العادة هنشوف نمازج من إجابات المشاهدين على تمرين الحلقة اللي فاتت والتمرين كان بيقول كان بيقول أنا هقرب من أولادي وقبلهم وسمحهم وسد أنهم بيكبروا وقديهم مساحة للتجربة والخطأ علشان علشان طيب نسمع علشان إيه إجابات الصوت أنا هقرب من أولادي وقبلهم وسمحهم وديهم مساحة للتجربة والخطأ علشان أنا تعبت من كتر الألق عليهم وحسني أدتهم نفسيا بسبب الخن اللي حطتهم فيها ورغم النصايح والتوجهات برضو بيعملوا اللي في دماغهم وأنا اللي بشيل الهم والخوف والألق لحد ما جالي حالات هلع وشعري شاب وأنا لسه أربعين سنة يعني لما أنا مديش أولادي احتياجاتهم النفسية ده بيأثر علينا كمان بالسلم أنا بحس أن أنا كبرت وألق وأخاف فمش بس هم اللي بتئزوا أنا كمان بتئزي تمام نشوف إيجابة تانية عشان يطلعوا وثقين في نفسهم وعشان يقدروا يتعاملوا صحة مع الناس المختلفة في المجتمع وما يتعبوش نفسيا وعشان يتمتعوا بحياتهم من غير أي أوجاع نفسية عيقهم عن الشعور بالسعادة والمتعة في الدنيا صحيح جميع نسمع وقت تانية نسمع كمان أنا هقرب من ولادي وسمحهم علشان عايزاهم يعرفوا أننا عادي ممكن نغلط ونرجع عن الغلط من غير جلد لدتهم وعذب ضمير مبالغ فيه زي ما أنا عشت طول عمري عشان ما يجلدوش نفسهم ويعذبوها فأنا هقرب منهم وسمحهم فيسامحوا نفسهم تمام كمان رسالة أنا هقرب من أولادي وقبلهم وصدق أنهم بيكبروا وإديهم مساحة للتجربة والخطأ علشان ده أبسط حقوقهم في الحياة أنهم يكبروا ويجربوا لوحدهم ويكتشفوا نفسهم ويعيشوا الحياة اللي هم نفسهم يعيشوها مش اللي أنا نفسي أعيشها بيهم جاريت كل الأباء والأمهات يصدقوا أن الأولاد من حقوقهم يكبروا ويعيشوا حياتهم مش الحياة اللي أنا نفسي أنهم يعيشوها في أباء كتير بيقاوموا الموضوع بيقاوموا جدا بيتعاملوا مع أولادهم على أنهم لسه أطفال صغيره رغم أنهم يكونوا كبروا جدا صحيح كمان نسمع رسالة هنقرب من أولادنا علشان يعدوا مراحل النمو بدون مشكلة ويكتسبوا الفضيلة اللي تخليهم يكملوا بصحة هنقرب علشان إحنا معاهم هنكون أفضل هنقرب علشان نبني علاقتهم السوية مع شركاء الحياة صحيح يعني أنا علاقتي بولادي بتأثر على علاقتهم هم بعد كده بشركاء حياتهم فعلشان كده أقرب منهم علشان ده هيفرق معاهم بعد كده طول حياتهم دي آخر الرسالة اللي جاية تكملة الجملة أنا لا أمتلكهم هم أبناء الحياة ومش من حقي أربطهم جنبي ولا أبتزوهم عاطفين يريد كل يصدق أن أولادنا مش ملكنا أولادنا ملك ربنا وملك الحياة مش ملكنا ولا من حقنا أن احنا نرسل لهم طريقهم في الحياة ونتحكم في اختياراتهم وقراراتهم دي أعتقد الرسالة الأخيرة أنا هأرب من أولادي وهقبلهم وسدق أن هما بيكبروا وإديهم مساحة للتجربة أو الخطأ علشان يكبروا صح وعلشان يتعلموا من أخطأهم علشان يعرفوا يتصرفوا في أي موقف من غير ما يخافوا أو يترددوا صحيح أنا أديهم مساحة للخطأ علشان هما يخطئوا في الحياة فيتعودوا أن هي دي الحياة وأن احنا نغلط ونتعلم من غلطنا مهما أنا حاولت أحمي وحاول وأعمل ومش عارف إيه أنا كده يعني مش بفيدهم مهما يخطئوا في الحياة